بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في أخبار الفن ولد الفنان ممدوح محمود عبدالعليم محكوب الشهير بممدوح عبدالعليم فيه 10 نوفمبر عام 1956 بدأ شغفه بالفن منذ نعومة أزافره وكون مع أخواته وأصدقائه فرقة فنية للغناء اسمها الكاتاكيت ومنها لبرامج الأطفال بالإزاعة والتلفزيون حصل على درجة الباكلريوس في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية والتحق بالفرقة القومية للفنون الشعبية واللي كانت بوابته لعالم الفن أولى تجاربه الفنية خطها مبكرا من خلال مسلسل الجنة العزراء في عام 1969 مع المخرج نور الدمرداش وقدم دور نجل الفنانة كريم مختار زوجة المخرج نور الدمرداش مما جعل البعض يعتقد أنه نجلهم بالفعل بدأ احترافي التمثيل منذ مطلع السمانينات من خلال العديد من المسلسلات التلفزيونية منها سيوم سيوم داليا المصرية والحب في الخريف وغيرها من الأعمال أولى مشاركاته السينمائية كانت من خلال فيلم قهوة الموردي عام 1981 وكان دوره في فيلم العزراء والشعر الأبيض عام 1983 هو نقطة التحول في مشواره ونجح في جذب الأنظار إلى موهبته في السينما حقق العديد من النجاحات مع كبار النجوم في أعمال منها البريق مع الفنان أحمد زكي وكتيبة الأعدام مع نور الشريف ومعالي زايد والمتمرد مع الفنان فريد شوقي وغيرها من الأعمال حصل على جائزة من مهرجان الأسكندرية السينمائي عن أولى بطولاته أمام نادي الجندي في فيلم الخادمة عام 1984 خاد تجربة الإنتاج السينمائي مرة واحدة فقط من خلال فيلم سامع هوس عام 1991 في عام 2000 قرر اعتزال العمل السينمائي تماما وتفرغ منذ ذلك الوقت للعمل في المسلسلات التلفزيونية ورغم أعماله السينمائية إلى أن له أعمال درامية خلدت اسمه كبطل تلفزيوني هام منها ليالي الحلمية خلط صفية والدير الضوء الشارد الحب وأشياء أخرى أبيض فأبيض وغيرها من الأعمال شخصية علي البدري في مسلسل ليالي الحلمية هي من أحب الشخصيات إلى قلبه وقدم عدة مصرحيات منها بداية ونهاية لا بلاش كده الأرض بتتكلم عربي وغيرها كان الفنان ممدوح عبد العليم بيستعد لتقديم مسلسل عن الموسيقار الكبير بليخ حمدي لكنه بعد أشهر من التدريب عاد واعتذر عن المسلسل عندما شعر بأنه لن يخرج بالصورة والمستوى قال لزان يالي كان بالموسيقار الكبير بليخ حمدي آخر أعماله مسلسل السيدة الأولى مع الفنانة غاد عبد الرازق عام 2014 وغاب عن جمهوره قبل هذا العمل من نحو خمس أعوام منذ مسلسل المصروية عام 2009 ويتحدث عن سبب ابتعده عن التمثيل في تلك الفترة وقال أنه لم يستطيع العمل في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها مصر وقال باكيا في أحد البرامج عام 2014 أنا آسف مصر كانت موجوعة وصعب جدا كنت أمثل تعرف على الإعلامية شفك المنايري للمرة الأولى حينما طلبت إجراء لقاء معه في لندن بعد عرض الجزء الخامس من مسلسل ليالي الحلمية ومن هنا بدأت قصة حبهم وبعدها بفترة وجيزة تزوجه وأنجبه ابنة واحدة هي هنا ارتبط الفنان ممدوح عبدالعليم كثيرا بابنته هنا وحكى في حوار له رؤية تتعلق بابنته والتي رأاها قبل أن تولد بثلاث سنوات فرأى ابنته وهي في سن الثالثة تجري نحوه واعتبر ذلك رسالة إلى هي أصبحت يقينا بعد ثلاث سنوات بعد وفاته كتبت الأعلامية شفك المنيري تفاصيل حياته وأعماله وقصة حبهم في كتاب حمل اسم أيام في بيت المحترم تشير فيه إلى أن الصفة الحقيقية التي اتصف بها ممدوح عبدالعليم هي صفة الاحترام والشخصية التي كانت تشبهه بشكل كبير هي شخصية رفيع به العزيزي مؤكدة أنه لم يكن بطل من ورق أعترف الفنان ممدوح عبدالعليم أنه ليس من نجوم الصف الأول في مصر وقال أن التهم بالغرور ظلما لأنه بيقوم فقط بالأدوار التي يقتنع بها لكن الحقيقة التي تكشفها شافكي في كتابها أنه كان بيضع في مكتبه إلى جوار الجوائز تمثالا من الفخار لفلاح بسيط ظل يقول عنه دائما خلوا بالكم من التمثال الغلبان دا دا أنا واعترف أيضا في حوار له بقره الشديد للرئيس الراحل محمد أنوار السادات لأنه نقلب على ما فعله الرئيس جمال عبدالناصر توفي الفنان ممدوح عبدالعليم في يوم 5 يناير عام 2016 بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة الجم وذلك عن عمر نيز الستين عام ترجمة نانسي قنقر